فمحبة الله ورحمته وخلاصه ونعمته ما وقفت بس بقصة نوح والفلك بل هي مستمرة ولعدة لليوم فبإصحاح 11 منشوف الإنسان قرر إنه يصنع اسم عظيم لنفسه ورح نعمل مقارنة ما بين إصحاح 11 والإصحاح 12 بين هؤلاء الاثنين لأنه قصة بابل قصة كتير حلوة بس ما معنى وقت هلأ نحكيها ونتأمل فيها بل كان بوقت آخر فالشعب الإنسان قرر إنه يصنع برج عظيم ويوصل راسه للسماء وقرر إنه يعمل اسم عظيم يوصل لكل الناس ولكن هيدا الإنسان فشيل فشل زريع ولم ينجح والسبب إنه قرر يبني ويعمل هيدا الإسم ويصنعه بإيده بكبرياءه بغروره واتكاله على نفسه وما كان الله معه في العمل ففشل لأنه بعد الله عن العمل ولكن بالتكوين 12 منشوف محبة الله كيف عم تشتغل مع الإنسان فبالإيه الأولى بيقول وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك وبلشت تشتغل محبة الله منهم فدعا إبراهيم وإبراهيم لبت دعوة ولحق الله وشوفوا محبة الله كيف كانت كل يوم عم تغمر إبراهيم فبالآية الثانية بيقول فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة فالله مما حبته بده يصنع اسم عظيم لكل واحد منها بده يعظمنا يعملنا أمة عظيمة ولمن يكون اسمك عظيم الله صنع لك هيدا الاسم رح تكون بركة لكل الناس فبالآية الثلاثة شو بيقول وأبارك مباركيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض فترك الرب يصنع لك اسما عظيما بالإصحاح 11 الإنسان اتتكل على نفسه ما لقى إلا الفشل ولكن إبراهيم اللي من اتتكل على الرب ومحبة الرب غمرته صنع له اسما عظيما أخوتي الله حبنا بجراءة لوصل فيها إلى الصليب وميت عن كل واحد منها فهو عم يدعيك اليوم حتى تسمع صوته تعرف ليش؟ لأنه بده يباركك وبده يصنع لك اسما عظيما وتكون ناجحا ومثمرا في هذه الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة